بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل مع الشابتر الرابع في السكشن الثانية بعنوان Analysis of Beams في جزياء الخامس إن شاء الله في هذا الجزء رح نتطرق إلى الشير and bending moment in a beam إزاي نحسب الشير فورس والبنينج مومت قوة القص والعزم الإنحناي بالنسبة للكامرة عندنا هنا كامرة زي ما تشوف عندي سي بورت هنا pin وهنا roller I wish to determine the bending moment and shearing force at any point in a beam subjected to concentrated and distributed load يعني أنا هنا عايز أحدد البنينج مومت العزم الإنحنائي والشيرينج فورس القوة القص في أي نقطة من ال beam التي طبخنا عليها قوة مركزة وقوة منتشرة هذه هي القوة المنتشرة وهذه القوة المركزة مثال بالنسبة لي أول مرحلة أقوم بها هو أجيب ردات الفاعل في السي بورت A و B إزاي أجيبهم عبر كتابة الإكليبروم كنديشنز مجموعة الفورس باتجاه ال-X بتساوي سفر مجموعة الفورس باتجاه ال-Y بتساوي سفر ومجموعة المومت حول النقطة A أو B بتساوي سفر طبعا بالنسبة للاتجاه X ما رح يكون عندي هنا ردت فعل R-A-X عموما رح تكون سفر ليش لأنه ما عندي حتى قوة أفقية متبقة على الكاميرا اللي رح أهتم بهم هما مجموعة الفورس باتجاه ال-Y بتساوي سفر ومجموعة المومت حول النقطة A أو B بتساوي سفر في المرحلة الثانية رح نقطع في مكان مثلا ما في الكاميرا وفي لحظة القطع رح يصبح عندي جزئين في الكاميرا الجزء على اليمين أو الجزء على اليسار تقدر تشتغل بالجزء على اليسار أو الجزء على يمين لكن خلي بالك من ال-Orientation of the V-Vector وال-M Moment لو أخذنا الجزء على اليسار رح تكون V نازلة تحت وم بتدور عكس عقار بالسعر لو أخذنا الجزء اللي هو على اليمين رح تكون V داش متجه الفوق عكس ال-V هذه والآن بتدور معه عقار بالسعر بعدين بكتب الإكليبروم condition مثلا هنا أجي وأكتب مجموع الفرسس باتجاه ال-Y بتساوي سفر ومجموع المومنت حول نقطة القطع C بتساوي سفر مع العلم أن الدوران ضد عقار بالساعة هو الموجب مجموع المومنت حول نقطة القطع من الإكليبروم ان الدوران ضد عقار بالسعر من الإكليبروم ان الدوران ضد عقار بالسعر وم داش وم داش وم داش يعني انت حر هنا تشتغل بالجزء هذا بس أو تشتغل بالجزء الثاني فخلوا بالكم هنا من اتجاه ال-V وال-V داش وال-M وال-M داش طبعا القطع هذا رح يعطيني المومنت في هذه النقطة لو عايز في أي مكان اقطع وطبق نفس الشيء اقطع في أي مكان انا عايز احسب فيه من الكاميرا المومنت وطبق نفس المراحل المراحل